مرحباً يا أخواني الأعزاء. الكثير قد تصادف مشكلة عدم عمل كاميراة اللابتوب أو الدسكتوب في حالة ربط كاميرا الخارجية أو ويب كام. وهذا طبعاً يا أعزاء بعدة أسباب راح تحاول التطراق الآن في هذا الفيديو كل واحدة وحالها. نحول على سطح المرتب حتى نعرف الحدود المشاكل أول مرة. المشكلة الأولى. إذا يطلع لك مثلاً We can't find your camera أي أنه الجهاز ما قاعد يتعرف على الكاميرا ما قاعد أصلاً يلقاه. مو متعرف عليه مثلاً ومشكلة ما قاعد يوصل أصلاً ما قاعد يوصل له الجهاز. أو بتعبير ثاني يعني كأنه من اللابتوب أو الدسكتوب ما بي كاميرا. بالنسبة لللابتوب الحل سهل. أغلب الأحيان قد المستخدمين يغفلون عنه. إذا يبعون الكيبورد الكيبورد للابتوب بشكل عام. تقيباً بالنسبة للمساء F6 أكثر شيء وبنسبة تخطيف من اللابتوب الآخر أكثر شيء F6 أو المكان اللي بي صورة كاميرا. هذا قد يكون معطل يعني بالخطأ المستخدم داسه وتعطل. فلازم المرات تسوي تضغط على Fn وضغط على زر Fn وتدوسل F6. شوف الكاميرا اشتلت عندك لو لا. إذا اشتلت عندك تمام. ما اشتلت عندك إذن هي ببقى مشكلة تعريف. تعريف يعني لازم تعرف لها حسب نوع الكاميرا من موقع الشركة. تكتب اسم الكاميرا. تبيعها مثلا drivers. تحمله الموقع الشركة. هذا بالنسبة لحال رقم واحد. إذا تعطينا مشكلة ثانية. وهي أنه الكاميرا يعني مشكلة ماكو صلاحية الكاميرا. بحيث ماكو تطبيق الكاميرا يسمح بالوصول إلى الكاميرا بسبب النظام. بهذا الحال الشي سوي. ندوس على زر Start. كأيسر. ونكتب كاميرا. هنا ستعطينا Camera Privacy Settings. نختار Camera Privacy Settings. نتأكد إنه هذا الخيار مفعل. كذلك نتأكد إنه هذا الخيار مفعل. وننقل change مثلا موجود على On. وإذا كذلك أرى Apps to access your camera كذلك On. نشوف إنه الأبس الشارع مثلا الكاميرا تطبيق الكاميرا يسمحها بالوصول. هذا يعني أبرز الحلول للتصوير. لغير هذا الحلول بعد أما مشكلة بالتعاريف أو احتمال مشكلة داخلية بالكاميرا. أتمنى كنا هذا الفيديو بيفادي. نشوف Points